شيم أبو وبرو روح قديش وحاضلو شريرو آمين اليوم أحبائي الكنيسة تدي أسابيع الميلاد وبأول أسبوع من بلش تقديس الكنيسة أحد تقديس الكنيسة وشرحنا في الماضي ما معنى كلمة تقديس ونحن عادة لما نسمع الأبونا بقول الأقداس القديسين والأنقياء فقط يجب أن تعطى أغلبنا ما رح تناول لأنه زيك رح نكون نحن لسا ما وصلنا القداسة ولساتنا بخطيانا وتخبطاتنا فشرحت لكم في الماضي كلمة تقديس معناها الفرز الاختيار أنت لما تتعمد أو أنت تتعمدي بتصير أنتوا قديسين لأن الله دعاكم بالنعمة وهو قدوس فبصيروا قديسين لأنه سرتوا أولاد القدوس فكل إنسان فينا قديس كلتنا قديسين مفروزين بمعنى مختارين مفروز ليس معنات أننا أفضل من غيره لا مفروز يعني أنا صار عندي فرز عن آخرين من أجل خدمة ملكوت الله واليوم مربولوس بيقولنا لكي يقدسها أن يتكلم عن الكنيسة مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة التقديس يأتي بسبب غسل الماء بالكلمة غسل الماء التي هي المعمودية التي أقولت لكم والكلمة هي التي تأتي قبل الغسل التي هي التبشير فنحن نحتاج ناس تبشر وتخدم من أجل أن الإنسان يؤمن ويعتمد أساس الكنيسة أحبائي إذا نقرأ رسالة اليوم نرى فيه اختلاف بين العهد القديم وبين العهد الجديد بالعهد القديم الله اختار شعب الشعب خصصه من أجل يبقي كلمته موجودة بينه وبين الشعوب الأخرى ولكن يرى الشعب إسرائيل لم يكن يقدر يخرج خارج إذا ترى تذكر يونان لم يكن يمكن أن يبشرنا ولماذا؟ لأنه هؤلاء أعداءنا كيف نحن نبشرهم كيف نحن نبشرهم لماذا الله يهتم فيهم ولكن اليوم سيد المسيح أعطانا عهد جديد وقال بجددها العهد الذي جدده بدم ابنه الوحيد يسوع المسيح من أجل أنه يدعوه يصير هو إلهنا ونحن نصير آلهة يعني نصير أولاده بالنعمة ونبني عهد جديد معه ما فقط لشعب إسرائيل شعب الله الذي كان بالعهد القديم إنما لكل الشعوب اذهبوا وتلمدوا وعمدوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس فالكنيسة أحبائي اختلفت عن العهد القديم ما بقى مكان واحد الله موجود فيه الكل بروح عليه إنما كل الكنائس صارت في كل العالم البشارة صارت في كل مكان نحن بمكان هلا نحن قاعدين عم نصلي فيه لأنه ناس سفكوا دمهم من أجل أنه يبقوا يحافظوا على الإيمان اللي الآباء الرسل بشروا فيه فالكنيسة أحبائي لدورين دور الأول هو التبشير هو نقل الكلمة التعميد كل هالأمور اللي بتختص بعد التبشير وبعدين أيضا الأمور الأخرى اللي هي الدفاع عن الإيمان حفظ الإيمان عشان يقب يسمي الأسقف ملاك الكنيسة اللي بحافظ بحسب سفر الرؤية اللي بحافظ على الإيمان اللي استلمه من الرسل وبسلمه لأولاده فالكنيسة أحبائي دورة أنه هي تفرز الناس عن ناس العالم تخلق قدسين تولد قدسين مختارين من أجل يكملوا الرسالة اللي بلشوها الرسل بالكهنوت وأيضا بحياتكم اليومية يا ما أحبائي مش فقط كهنة ومطارنا دافعوا على الإيمان يا ما كهنة ومطارنا طلعوا عن الإيمان وعلموا تعليم خاطئة ولكن الشعب أيضا كان يحافظ على الإيمان وينشره اليوم رغم البشارة إلى نتائج نحن لما نريد نتبع ربنا يسوع المسيح في إشارة نخسرها بحياتنا راح نموت عنا ولازم نموت عنا اللي هي لازم الله نضعه بالأول لما نضع الله أول شيء أي آخر أي أمر آخر نحن متعلقين فيه هو أول بحياتنا لازم نبدأ نموت عنه وهون منختار ربنا يسوع المسيح يكون الأول بحياتنا الكنيسة فهمت هذا الشيء مارستفانوس عرف أنه إذا تبع ربنا وخدم ربنا وصار مفروض لربنا راح يوضع نفسه من أجل الإيمان ولما أجوا يرجموا ما تخبط إنما صلالهم وقف فتحت عيونه للسماء وعارف أنه هذا المكان اللي راح يروح عليه لذلك كان جاهز لهذا الشيء المؤمنين ما كانوا يخافوا أو يرتعبوا أو يتراجعوا عن الإيمان اللي سلمت الكنيسة لإله اليوم نحن هذا الجيل كمان أيضا لسه عندنا المسؤولية نفسه اللي الرسل سلموها لجيل بعد جيل أنتوا كمان إذنكم مؤمنين لأنه سلمتوا الإيمان من الرسل اللي ربنا سلمهم إياه لذلك اليوم أحبائي نذكركم بوعود ربنا أنه على هذه الصخرة سأبني كنيستي وأبواب الجحيم لنطقوا عليها والله قادر أنه يحميها فنحن أيضا لازم ننقل هذا الإيمان ليس فقط لبيوتنا إنما للذي حولينا في وقتنا الأوقات ليس فقط كان ينقلوا الإيمان إنما كانوا بعدما ينقل الإيمان كان الناس يستلموا في أرواح مضلة في ناس عنده كل واحد فكره عنده ذات فكانوا دائما ينشروا إيمان بحسب تفكيرهم بحسب ما يشبع رغباتهم فنرى بعض الأمثلة مثل الأيقونات التي لدينا كل قديس موجود هنا على أيقونة مات تقريبا من أجل نفس الموضوع اليوم اليوم أعطيكم أمثلة نصطور بطرق القسطنطينية خرج عن الإيمان وبدأ يفصل بين المسيح مرة يدعو إله ومرة يدعو إنسان فأيش صار؟ خبص بالإيمان فعثر كثيرين فمين آم رد عليه؟ رد عليه مور فليكسينوس المنبجي من أعظم القديسين عندنا وثبت الإيمان أن الله يسوع المسيح والله المتجسد الذي عندما اتحد طبيعته الإنسانية مع طبيعته البشرية لم يكن بيناته من انفصال وليس مرة يظهر إنسان ومرة يظهر إله في الوقت نفسه هو نفسه الكلمة المتجسد يعمل معجزات دقوته الإلهية ويصطب على الصليب بطبيعته البشرية مور فليكسينوس اتعرض لهجمات كثيرة وآخر شي مات فوق مدخنة فوق فرن وضعوا المدخنة بالغرفة وسكروا الشبابيك عليه وخلوه هناك وخنقوا لماذا؟ لأنه دافع عن الإيمان واحد ثاني أيضا بنفس الزمان اسمه أطيخة أطيخة كان رئيس دير رئيس رهبان قام يدافع ضد مصطور فقام خبص الأمور بالعكس مصطور كان يفصل بين الطبيعتين ما كان يحكي عن يسوع وإله واحد جاب أطاخي يصار يقول أن المسيح هو واحد طبيعة واحدة بس هي طبيعته مخلوطة مثل ما تضعوا نقطة حبر بكاسة مي فالحبر هو الطبيعة التي هي والنقطة والمي هي الطبيعة الإنسانية فالحبر يغير لون المي ويضغي على المي فتصير طبيعة واحدة بس مخلوطة ولكن أيضا مارفليكسينوس ومارسي وريوس قاموا على هذا التعليم والنهج ورفضوا رفض كله ورجعوا قالوا خاصة بيعطينا مارفليكسينوس مثل يسوع المسيح هو مثل الحديد اللي جوه النار المحمة هو فعلا نار وحديد طبيعتين الشغلتين متحددين مع بعض بس عندما يخرج من النار يخرج شيء واحد طبيعة واحدة نار محمات نار مليان بالنور فهيك الطبيعة الإلهية والإنسانية اتحدوا مع بعض آخر كمان كاهن طلع بتعليم خاطئة اسمه آريوس وآريوس قال أن السيد المسيح هو مخلوق وليس هو ابن الله فمارسي وريوس الأنطاكي أيضا اللي قديس عظيم عنا حارب أيضا أفكار وردود آريوس والامبراطور توعد له وحبثه ونفي عشرين سنة ولكن قاد الكنيسة لا أفكر في ذاته إنما أفكر الشعب تبعه كيف سيخلص قال لي كراهب بقى يلبس ليس لبس بطريارك ويروح بين الأديرة وبين الناس متخفي ولكن لم يستطعوا يقتلوا لأنه كان منفي كان إنسان قديس عظيم بلاجوس سأذكر لكم هذا مهم في هذه الأيام هناك نقاشات كثيرة بلاجوس يقول أن الإنسان يستطيع أن يحصر على الخلاص يقولوا الشخصية أنا قديس لأنه أنا أشتغل أنا قديس لأنه أنا أعمل كويس من غير نعمة الله ونادى الإنسان أنه له حرية حرية الإختيار وأتباعه أكدوا على إنكار تأثير الخطيئة الأصلية على الإنسان أنه لا يوجد شيء اسمه خطيئة الأصلية فقال أن كل إنسان ما أنه مولود على صورة الله والله خلقه على صورته وشاف أن هذا الشيء صالح وجيد جدا بالأحرى فالإنسان هو صورة الله جيد جدا فكيف تنقل فيه خطيئة أصلية فقام عليه مريعقوب السروجي أيضا مريعقوب السروجي كتب ميامر أشعار ودافع عن هذا الإيمان هناك فترات أحبائي الكنيسة تقدر تبشر بسهولة وفيه أوقات الكنيسة تدافع عن الإيمان الذي بشرت فيه مثل أيامنا الحالية أيامنا الحالية تحدياتنا كثيرة لشبابنا لأولادنا حتى لقلنا نحن وصلنا الإيمان نحن نحاول نغير الإيمان وأيضا نحاول لا ندافع وخايفين اليوم إيماننا تطلب مننا جرأة تطلب نكون مثل مريعقوب البرادعي الذي لم يبقى غير قديسة واحدة أرتدوكسية سريانية بكل الشرق وكلهم تدبحوا 84 مطران بنفس السنة فحبس الإمبراطور ثلاث بطاركة بطرياركة القسطنطنية وأنطاكيا وأيضا مصر حبسهم بالسجن وقدس تيدورا خلتهم بقصرة ورسموا مريعقوب البرادعي بعد ما نفوا الكنيسة كلها تدبحوها من رئيسها لأصغرها رجع الرسم وبشر ودافع آلاف مئات آلاف الشمامسة آلاف الكهنة ومئات المطارنة ورجعت الكنيسة انتعشت اليوم أحبائي الهراطقة المعلمين الخاطئين انحرموا ليس لأنه البطاركة قعدوا هكذا قالوا هذا ما بعجبنا خلنا نشيله بعد نقاشات المجامع عملت جلسات طويلة الكنيسة تضع مسؤوليته أمام الله انه تناقش الشخص تحكي معه تعيد وراه تعلمه ترجع يتوب ويعاود تضبط طريقه من جديد من أجل يرجع الكنيسة من أجل إيمانه يكون مستقيم ويا ما صار حالاته رجعوا ويا ما صار حالاته ما رجعوا اليوم نحن محظوظين نحن أولادها الكنيسة عم نأتي من صلي اليوم الكنيسة تذكرنا اليوم تقديس الكنيسة هذه الكنيسة التي فرزت التي بشرت التي عمدت تلمذت التي دافعت عن الإيمان التي أبائنا استشهدوا بدل أن يذهبوا يتزوجوا ويجبوا أولاد وينبسطوا فيهم دافعوا عن الإيمان وكرسوا حالهم وصلوا من أجل الكنيسة ووضعوا دمهم من أجل الخلاص اليوم نحن يجب أن نكون فرحانين من أجل هذه الكنيسة نكون مريعقوب بزماننا مثل ما يسمون المفريان بالهند مريعقوب البرادعي اليوم نحن دورنا أحبائي نتذكر السيد المسيح الذي أسس الكنيسة الذي نوقف من النقاشات التي لا يوجد جدوي ومعنى ونهتم بالأمور الروحية والخلاص لأن العمر أصير وليس أحد مطول بهالدنيا فالخدمة أحبائي هي من أجل اليوم أتذكر أنه عندي فرح أبدي وأنا لما أخلص نفس كل السماء بتفرح ولما أطلع أنا رح أخذ كمان جزاء الخدمة والخلاص نحاول اليوم ليس فقط نعيش ببيوتنا نور ليس نعيش مع أصدقائنا وأعمالنا مثال المسيح إنما أيضا اليوم ننشر الكنيسة ندافع عن إيماننا لا نخاف عن مصالحنا لا نخاف الناس ما تتحدث علينا نخاف على يوم اللي رح نوقف فيه قدام ربنا يسوع المسيح أنا بتشكر الله لأنه الله الآب مثل ما مربولوس بيقول إرادة الله قداستكم قداستكم تكونوا قدسين كما أنه هو قدوس أنا بشكر ربنا على الكنيسة اللي ربنا عم بيعطينا بكل نشاط بكل وقت وتشكر خدمة لجنة الأطفال يوم الخميس اللي حوّلت الناس ممكن ما بتفتهم شي على موضوع الشيطان والموت والخوف بره في الهلوين مظبوط ما بيعرفوا بدهم كانديز ويلعبوا بس أنا فرحان أنه في عندنا ولاد بالكنيسة وناس عم تخدم حوّلت معنى الموت اللي غير مفهوم وهالكانديز اللي بس عشان وبره بيروحوا لموضوع كانديز ونور للمسيح جوه الكنيسة ولادنا صار عندهم المنتالي أنه يأتيوا واحدة من من الأشخاص بيقولولي أنه ولادنا ما بقى يفكروا يطلعوا بره قد ما هم فرحانين بالشيء اللي بيصير جوه شكراً لربنا على هالنعمة على الخدام على العائلات اللي عم تدعمنا بهالمواضيع كونوا فعلاً نور وفعلاً هالكنيسة هي نور بهاملتن وأتمنى بالاشياء اللي مننشرها الناس فعلاً تشوف أنه الكنيسة بعدها بخير ولادنا بخير والأهل الإمام موجود وعائلاتنا إيمانا بخير فالربنا يحفظكم ويقدسكم دائماً وأقولوا بليك كل مجد وإكرام وسجودنا الآن وكل آوان دهر الدهرين آمين